السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لي وان شاء الله غادي نشارك معكم هاته تيراميسو اه كيجي يلديد بزاف وطريقة بسيطة غادي نشارك معكم كريمة ديال اه لاموس مع جبن كيجي وصفة خطيرة في المدق وحتى سهلة في المكونات ديالها وطريقة يعني ما فيهاش البيض اه كما في الطريقة الاصلية فيها الضيط فيها المراحل هادي طريقة مختصرة والاهم انها لديدة لديدة بزاف خاصة بهاد لاموس هادي غادي يحتاجها البنات بالنسبة للمكونات غادي نضيف كاسونس ديال الحليب ما الاحسن يكون يعني اه ما المجمد يعني دخلته المجمد تقريبا واحد نصف ساعة باش اه كتحصلوا على اه كريمة ضغية كتطلع لكم هنا يدرس كاسونس ديال الحليب غادي ينضيف اه علبة ديال اه لموس انا صراحة في الطلطة هادي تتكون جيدة والاهم انها اه فيها اه يعني واحد يعني تتكون كريمية يعني هذي ديال لموس بحال يخدمنا اه هذا اه تيراميسو بالبيض يعني تتكون فيها في المكونات ديالها بحال فيها البيض يعني تتكون خفيفة وفي نفس الوقت تتكون بحال كريمي اه ميددم ماشي بحال شنطية صاف هنا غادي نضيف اه لضارف ديال الكريمة انا انا اكتفيت بضارف واحد بغيتوا انكم تديروا جوج على حسب اه المول اللي غادي تديروا انا انا ادرتها طبقة اه جوج ديال طبقات جد اه هي هذيك يعني الكريمة مع البيسكويت صافي غادي نطرب كل شي مزيان حتي يطلع لي هاد الكريمة هذي او لا هاد لموس هذا بعد ما اه طلعتم زيان غادي نضيف واحد الياغورت او لا اه جبن كريمي اللي كي يكون بسقر بيرلي انا استعملت بيرلي وغادي نضيف هاد الجوبن هادا اه صراح هاد الجوبن هادا تيكون عاقد وفي نفس الوقت يكون كريمي ممكن انكم تستعملوا تشيز كريم تيكون احسن هنا يستعملت هادا ديال جبن عادي صراحة مع الكريمة ديال المستسكن هي هذيك الكريمة اه صافي هنا غادي نطرب كل شي مزيان تكن تحصل على كريمة عاقدة بالنسبة لبنتي اللي بغيتو ان الكريمة تجيكم شوية خفيفة اه ممكن انكم اه ديرو جوج كيسان ديال الحليب في الاول انا هنا يدرس كاسوس تحصلت على كريمة بحلكة صافي غادي نخليها جانبا غادي ندوز باش غادي نحضر البيسكويت ديالي خديت هنا يجوج معلق ديال القهوة سريعة الدوابان مع معلق ونص ديال السكوة كاسوس ديال الماء يكون غليان بحل غادي نحضر القهوة وغادي نحتاج البيسكويت ديال بودوا هنا يستعملت ديال بيم اخذ لي هاد المول هاد شوية كبير اخذ لي علبة اقل من علبة ونصف يعني مقالي من ذاك النصف ديال العلبة واحد شوية هنا ياخذت واحد الطبقة ديال الكريمة اخذت نصف الكيمية ديال الكريمة وضعتها على الوجه ديال بيسكويت اللي درنا في القهوة انايه بالنسبة لهاد التحليه هادي ممكن انكم توجدوها في الصباح وتقدموها في الاشيه مع الغوتي او لا توجدوها في الليل اللي لا بغيتو انها توجد لكم مع الوقيتها ديال الغطاء او لا المهم كتبغيت تاخذ الوقت ديالها اه في تلاجة باش داك البيسكويت كيتشرب لكم ديال القهوة وفي نفس الوقت كتجي ديال يعني ديك المكونات كلها كتلق في بعضياتها هنا يرشيت واحد الطبقة خفيفة ديال الكاكاو كتعطيني نسماء مع ديك القهوة خاصة الى كانشي كاكاو مزيان ممكن انكم تاخدو ديال اللي ساشي اللي كيتباع حتى وما الماداق ديالهم مزيان غير ذاك ديال العبار اللي تيكون لون ديال وكحل صراحة ما كيجيش زوين خاصة ضروري يكون فيه النكا ديال الشوكولات مع النكا ديال القهوة وديك الكريمة صراحة كتجي واحدة حلية ليه رائع بالسف هنا وضعت الطبقة التانية ووزعتها الى البيسكوي اللي يرشيت فوق منه الكاكاو هنا في الوجه غادي نرش واحد الطبقة مهمة ديال الكاكاو هنا صراحة عن ديال الكاكاو ديال هذا فيه النسمة ديال الشوكولات جرائع فهذه التحلية هادي صافي هنا يا تحلية ديالي بعد الموجدات غادي نغطيها وغادي ندخلها للتلاجات تاخد الوقت ديالها خاص على الاقل الاربع ديال السويع عاد باش كتقدموانا هنا خرجتها مباشرة بعد ماذا ساعة قطعتها ولكن ما زال البيسكوي خاص الوقت باش يشرب مزيان انا هنا غير باش نصورها معاكم في الضو صافي هنا يا البيسكوي ديالي او التحلية جت علها تشكلها دا جاوح تيرامي سلها رائع عفوا وجلديد بزاب وخفيف مكونات وبسيطة جدا يعني تلقوها في اي محل وحتى الوقت يعني ما كياخدش وقت طويل فقط ربع ساعة غادي تكونوا حطرتوا التحلية ديالكم اه كانت تمنى انها تكون عجباتكم اه صراحة قد يلدي دا وكانت تستحق تجربة وكانت تمنى الفيديو ديال اليوم اعجبكم وشكرا بزاف البنات وإلا كنتوا اول مرة تشاهدوا قناة شيوات مع حبيبات تشتركوا في القناة فضلا ما ليس امره باش يوصلكم كل جديد وما تنسوش الاعجاب الفيديو اه وهذه هي التحلية ديالي والسلام عليكم ورحمة الله